رسول الله محمد محمد يا حبيب الله محمد محمد رسول الله محمد 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ذكرنا في الليلة الماضية أننا في هذه الليلة سنقف عند النصوص التاريخية ونبين للمشاهد ما هي الآلية التي من خلالها يمكن أن نقيم النص التاريخي تقدم أن النصوص التاريخية المرتبطة بالسيرة مختلفة متعارضة دخل فيها الدس والتحريف والتبديل إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرناها واليوم نحن أمام كم من هائل من النصوص التي هي مصدر من مصادر السيرة كما قدمنا في الحلقة الماضية السؤال هو كيف يمكننا أن نحكم على الخبر التاريخي بأنه صحيح بأنه معتبا في هذه الليلة سنقوم بجولة تاريخية بسيطة هي بمثابة إعطاء دورة في آليات نقد الخبر التاريخي للوصول إلى نتيجة نهائية وهي الحكم عليه بالصحة والاعتبار أو بالضعف وعدم الحجية طبعا بادي أنذيبد علم التاريخ هو علم مستقل عن باقي العلوم له أدواته الخاصة للنقد فلذلك عندما نتحدث عن علم التاريخ لا نتحدث عن الفقه ولا نتحدث عن علم الحديث ولا نتحدث مثلا عن الأدب والشعر وغيرها الآن متى يمكننا أن نحكم على الخبر التاريخي بأنه صحيح بأنه معتبر وما هو الدليل على ذلك أولا نبدأ بالدليل البحث التاريخي هو بحث عقلائي يقوم على سيرة العقلاء على طريقة تعاطي العقلاء مع الخبر اليوم كل العقلاء يتعاطون مثلا مع الصحف وهي وسيلة من وسائل الإخبار يتعاطون مع الشبكات الإخبارية التي هي أيضا وسيلة من وسائل الأخبار بعض الأخبار العقلاء يصدقونها ويرتبون عليها الأثر وبعض الأخبار الأخرى العقلاء يكذبونها أو لا يرتبون عليها الأثر السؤال هنا الإنسان العاقل مهما كان دينه مهما كان مذهبه مهما كان توجهه ما هي الشروط التي إذا توفرت في الخبر نستطيع أن نحكم عليه بأنه خبر معتبر بأنه خبر صحيح الآن نحن سنقدم هذه النظرية في صحة واعتبار الخبر الاعتبار التاريخي يشترط فيه ثلاثة أمور الأمر الأول وجود مقتضي التصديق أن يجتمل الخبر على ما يقتضي التصديق به هذا أولاً ثانياً ارتفاع المانع من التصديق أن لا تكون في الخبر موانع تمنع من التصديق به وإن كانت مقتضيات التصديق موجودة الأمر الثالث والأخير عدم وجود الدافع للكذب إذن عندنا ثلاثة شروط سنقف عند كل منها عند كل شرط ونعطي أمثلة بحيث نقرب الصورة من المشاهد نبدأ الآن بالشرط الأول وهو وجود المقتضي للتصديق ما المقصود من المقتضي؟ يعني وجود قضايا في الخبر من شأنها أن تبعث حالة التصديق عند العقلاء الآن شاهدوا أمامنا مقتضيات التصديق ما هي؟ عندنا مقتضيات تصديق في الغاوي يعني في الناقل للخبر وعندنا مقتضيات تصديق في الرواية في نفس الخبر وعندنا مقتضيات تصديق في نفس المصدر الذي نقل فيه الخبر إذن عندنا أكثر من مقتضي للتصديق أو أكثر من جهة نبحث فيها مقتضيات التصديق نبدأ بالراوي الناقل للخبر الراوي ينظر له من عدة جهات ينظر له من جهة الصدق يعني أن يكون متحرزا عن الكذب بالتعبير الرجال أن يكون ثقة فيما ينقل ثانيا الضبط والمقصود بالضبط أن لا يكون كثير السهو كثير النسيان أن لا يكون ممن يزيد وينقص في الخبر البعض هو صادق ولكن يبالغ في نقل الخبر هذا يعبر عنه بالضبط فلابد أن تقاس درجة ضبطه والضبط هو من مقتضيات التصديق في الراوي الأمر الثالث الخبرة والمقصود من الخبرة تظل عراوي في النقل اليوم مثلا لماذا وكالات الأنباء والأخبار العالمية لا تأخذ شهادات من موقع الحدث من الذين شهدوا الواقع لا بد أن ترسل مراسل إعلامي لأن هذا الشخص الناقل قد يكون ليس ذو خبرة فسيتحدث في تفاصيل قد تكون لا علاقة لها بالقضية ولعله لن يصيب كبد الحقيقة في حين أن الناقل المختص لا سيضع الإصبع على الجرح وسينقل التفاصيل المهمة التي تفيد المشاهد نفس الشيء كلما كان الراوي أكثر تظلعا في النقل زادت درجة تصديقي للخبر يعني فرق بين أن يكون الناقل إنسان عام بسيط وأن يكون مؤرخا متظلعا فرق كبير بين الأمرين الأمر الرابع هو القرب القرب الزماني من الحادثة وهذه قضية مهمة كلما كان الراوي أقرب كان خبره أكثر قيمة لذلك لعله في البحث التاريخي قيمة القرب القرب من الحدث القرب الزماني والمكاني أكثر وأفضل من قضية الصدق المعاصرة في الجوانب التاريخية مهمة جدا فالراوي عندنا ينظر له من هذه الجهات الأربعة ويقيم من جهة صدقه ومن جهة ضبطه ومن جهة خبرويته في النقل ومن جهة القرب ونقيم الراوي نعطيه نسبة مئوية بلحاظ هذه الأمور هذه الأمور قد تجتمع في راوي واحد وقد ترتفع من راوي واحد فيكون لا صادق ولا ضبط ولا خبير ولا قريب وقد يوجد البعض توجد بعض الصفات دون البعض فهو يقيم بناء على هذا وأيضا نفس الصفات الصدق درجات والضبط درجات والخبروية درجات والقرب الزماني أيضا يختلف فرق بين المعاصر بين القريب زمانا بين القريب زمانا والبعيد مكانا بين القريب مكانا والبعيد زمانا الراوي عندما نريد تقييمه نعطيه نسبة مئوية بالنظر إلى كل هذه الأمور هذا بالنسبة للراوي عندنا أمور ترجع لا ليس للراوي وإنما للرواية نفس النص التاريخي هذا النص قد تكون فيه مقتضيات للتصديق بعيدا عن الراوي مثل ماذا؟ مثل انسجام النص مع مسار الأحداث عندي مسار أحداث وعندي نص هذا النص هو نتيجة طبيعية للأحداث السابقة يعني مثلا عندي أن فلان نصوص تاريخية ثابتة صحيحة معتبرة أن فلان شارك في المعركة الكذائية ثم جاء عني نص هذا النص ذكر أن فلانا من الناس فيه الجرح الكذائي هذا النص وإن كان مثلا لا توجد مقتضيات تصديق بالنسبة للغاوي ولكن هذا النص أو هذا الحدث نتيجة طبيعية لباقي الأحداث فهو منسجم هذا الانسجام يعطيه قيمة روائية فلذلك مهم جدا ملاحظة الحدث في ضمن سلسلة الأحداث من الخطأ أن يدرس الحدث دون النظر إلى الأحداث الأخرى أيضا من مقتضيات التصديق في الرواية الشواهد أن تكون الرواية محفوفة بشواهد خارجية هذه الشواهد هي ليست من نفس الرواية ليست من نفس النص ولكنها أمور توثق النص وتعطيه قيمة مثلا مثلا عندنا حدث تاريخي هذا النص لا توجد له مقتضيات تصديق داخلية ولكن في الخارج وجدنا مثلا نقوش أو آثار تدعم هذا النص هذه الشواهد خارجي يتوثق لنا هذا النص وإن كان النص بلحاظ الغاوي لا قيمة له ولكن بلحاظ الواقع الخارجي هذا الأمر قوي فأيضا عندنا مقتضيات تصديق في الرواية من جهة الانسجام ومن جهة الشواهد الأمر الثالث من مقتضيات التصديق هو المصدر الذي يلحظ وتحديدا في المصدر قضية التلقي بالقبول عندنا بعض المصادر التاريخية تؤرخ لشعوب تؤرخ لأمم تؤرخ لجماعات هذا المصدر وإن كان بلحاظ الغاوي أو الرواية لعله لا قيمة له لكن نجد أن هذه الفئة تلقته بالقبول واعتبرته هو التاريخ الرسمي لها هذا التلقي بالقبول يعطيه قيمة ويجعله وإن كان في الجانب الآخر لا قيمة حقيقية له إلا أنها تجعله ذو قيمة من جهة أنه تلقي بالقبول جيلا بعد جيل فإذن لما نبحث عن مقتضيات التصديق في الخبر مهم جدا ننظر للراوي ونقيم الراوي وننظر للرواية ونقيم الرواية وننظر للمصدر ونقيم المصدر فعندما نقوم بعملية جمع المقتضيات لا بد أن ننظر في هذه الأمور الثلاثة مجتمعة لا أن ننظر إلى جهة ونترك باقي الجهات الآن هذا الشرط الأول الشرط الثاني هو ارتفاع المانع من التصديق وكما قلنا يشترط وجود مقتضيات التصديق أيضا يشترط ارتفاع موانع التصديق ماذا عن ارتفاع؟ أي أنها غير موجودة أنه لا توجد أمور في نفس الخبر تمنع من القبول به وتمنع من العمل بمقتضاه ما هي هذه الموانع؟ عندنا موانع كثيرة الموانع قد تكون عقلية قد تكون نقلية قرآنية قد تكون نقلية تاريخية قد تكون لغوية أعلم أن البحث متشاعب وقد يكون فيه بعض الجفاف الآن سنطعمه ببعض الأمثلة لأن موضوع الموانع مهم ومهم جدا نبدأ بالموانع العقلية مثلا في السيرة النبوية قصة معروفة في قضية المعراج أن النبي صلى الله عليه وآله لما عرج به إلى السماء الرواية عن ابن عباس رأى ربه عز وجل شابا أمردا جعدا قططا في حلة خضراء وفي رواية أخرى رأيت ربي في صورة شاب أمرد جعد قطط يرتدي نعلي من ذهب والحديث له ألفاظ كثيرة هذا الحديث يروى في قصة المعراج أن هذه الرؤية النبوية هي رؤية عين في قضية المعراج وطبعا هذا الخبر يصححه صاحب كتاب إبطال التأويلات أبو يعلى الفراء ويرى أن عدم الإيمان بهذا الخبر زندقه لماذا؟ لأنه بعتبت بالسند الصحيح يقبل هذا الخبر؟ لا لا يقبل طبعا لماذا؟ وإن غواه مئة لأن العقل يمنع من التصديق به كيف؟ العقل يمنع من أن يكون الله جسما يمنع من أن يكون الإله محدودا يمنع من أن يكون الإله على صورة إنسان هذا أثبته العقل القطعي لو جاءت عشرات بالمئات النصوص تثبت هذا الشيء ترفض ولو كانت فيها مئات مقتضيات التصديق لا تقبل لأن حكم العقل في هذه المسألة قطعي فلذلك مهم جدا عندما يطرح النص أن ننظر إلى الموانع العقلية هذا المانع الأول عندنا موانع قرآنية ومن المهم جدا أن نرجع إلى الحلقة الماضية عندما ذكرنا أن القرآن لا بد أن يكون مهيمنا وحاكما على نصوص السيرة أعطيكم مثال طبعا في الحلقة الماضية ذكرنا مثالين هذا مثال ثالث ورد في قصة دعوة النبي صلى الله عليه وآله لمشرك مكة أنه دعاهم وقرأ عليهم سورة النجم ثم وصل إلى قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الآن هنا موضع الشاهد ألقى الشيطان على لسانه الشيطان ألقى على لسان من؟ على النبي صلى الله عليه وآله ماذا ألقى؟ تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لتقتجاء يعني الشيطان ألقى آية على لسان النبي صلى الله عليه وآله ثم جاءت السجدة الموجودة في سورة النجم فسجد النبي صلى الله عليه وآله وسجد المشركون طبعا القصة مطولة هذه قصة الغرانيق إن شاء الله نتعرض لها فيما بعد مفصلا قصة طويلة وبقي النبي على هذه الحالة وعاش مع المشركين حتى الذين كانوا في الحبشة هموا بأن يرجعوا إلى أن فيما بعد نزل جبرائيل وبلغ النبي أخطعت في هذه الآية هذا من إبليس فنزل قوله تعالى وَمَا أَرْسَلَّ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى يعني تكلم ألقى الشيطان في أمنيته هذه رواية حديث الغرانيق اسمه هل هذا الحديث مقبول الجواب لا هذا غير مقبول لماذا لأن هذا الحديث ينافي صريح القرآن آيات كثيرة في القرآن الكريم الله ينفي أن يكون على الشيطان للشيطان سلطان على عباده المخلصين الشيطان هو يعترف ويقر أنه ليس له سلطان على الأنبياء وغسل والعباد المخلصين إلا عبادك المخلصين هذه لا يتقول لا له سلطان والنبي الشيطان من سلطانه أنه ينطق على لسان النبي بعد عندنا آية أوضح وما ينطق عن الهوى النطق حرف فقط إنه إلا وحي يوحى الرواية تقول لا النبي يتكلم بكلاما ليس بوحي هنا وإن كانت القصة لها أسانيد كثيرة مرفوضة لمعارضتها للقرآن الكريم هذه المعارضة تمنع من التصديق بها هذا المانع القرآني عندنا موانع أخرى وهي موانع تاريخية قد يتعارض النص التاريخي من السيرة مع حقيقة تاريخية وليس نص آخر لا حقيقة تاريخية فلا يقبل يعتبر هذا مانع من التصديق مثل ماذا؟ قصة إسلام أبي سفيان الرواية موجودة في صحيح مسلم كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه متى هذا؟ بعد أن أسلم يعني بعد فتح مكة فقال يا نبي الله ثلاثا أعطينهن أعطيني ثلاثا قال نعم قال عندي أحسن العرب وأجمله من؟ ابنته أم حبيبة غملة بنت أبي سفيان أزوجكها قال نعم هذا الحديد النبي استجاب لأبي سفيان هل هذا مقبول؟ لا غير مقبول لماذا؟ لأنه من المقطوع به تاريخيا أن زواج النبي صلى الله عليه وآله من أم حبيبة كان قبل فتح مكة قبل إسلام أبي سفيان لأنها كانت مهاجرة للحبشة هاجرت للحبشة ومات زوجها هناك فتزوجها النبي فهذا الحديث فيه خطأ تاريخي كبير وإن كان فيه صحيح مسلم وإن كان فيه الصحيح لكن فيه خطأ لا يقبل وهذا كذب هذا دليل أنه كذب واللطيف أن هذا الحديث فيه قضية مهمة أخرى قال نعم قال ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك قال نعم هذا الحديث هو المستند الوحيد على أن معاوية كاتب الوحي طبعا لا يوجد دليل غير هذا الدليل من يقول أن معاوية كاتب للوحي يستدل بهذا الحديث وهذا حديث مكذوب موضوع لمعارضته لحقيقة تاريخية ثابتة فالمانع قد يكون مانع تاريخي لذلك مهم جدا للإنسان عندما يقيم النص التاريخي أن يكون عالما بقضايا التاريخية الأخرى لذلك النظر الجزئية للتاريخ هذا أمر غير صحيح المانع الرابع أو الموانع القسم الرابع من الموانع الموانع اللغوية النص التاريخي وأن كان نصا من نصوص السيرة مهم جدا أن يقيم لغويا اليوم عندنا علم كامل اسمه علم النقد النقد الأدبي هذا النقد الأدبي قد يجري على السيرة لأنه مثلا قد ينسب الإنسان لرسول الله كلاما هذا الكلام لغة لا يتناسب مثلا مع ألفاظ ذلك الزمان لا يوجد تناسب لا يوجد تناسق يقبل لا يقبل وهذا الأمر مهم في السيرة وأنا أعطيكم مثال ما ورد في سيرة ابن إسحاق ابن إسحاق في السيرة ذكر كثيرا من الأشعار المرتبطة بالسيرة يعني إشعار أشعار تؤرخ لقضايا في السيرة وذكرنا في الحلقات الماضية أن ابن هشاب من الأمور التي تركها من سيرة ابن إسحاق الأشعار لماذا؟ سأنقل نص محمد ابن سلام أو ابن سلام وهو من النقاد الأوائل للشعر ناقد أدبي حقيقي قال وكان ممن أفسد الشعر وهجنه جعله هجينا وحمل كل غثاء من محمد ابن إسحاق ابن يسع ذكر الترجمة لابن إسحاق قال فقبل الناس عنه الأشعار وكان يعتذر منها ويقول لا علم لي بالشعر أتين به فأحمله يأتوني الناس به فأحمله ولم يكن ذلك له عذرا فكتب في السيرة أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعرا قط وأشعار النساء فضلا عن الرجال ثم جاوز ذلك إلى عاد وثموت فكتب لهم أشعارا كثيرا طبعا شوف النقد الأدبي ذكر بالفعل ابن إسحاق ذكر أبيات لعاد وثموت لكن سؤال هل عاد وثموت كانوا يتكلمون بعربية قريش أم لا لا طبعا يقينا لا عربية عاد وعربية ثموت تختلف عن عربية قريش المصيبة أن الأشعار التي نقلها ابن إسحاق هي بعربية قريش هذا دليل على وضع لذلك هذا الكلام دقيق جدا وليس بشعر إنما هو كلام مؤلف معقود بقواف أفلا يرجع إلى نفسه فيقول من حمل هذا الشعر ومن أداه منذ آلاف السنين لأن عاد وثموت أبيدوا ولذلك من الخطأ أن يستدل الإنسان بقضية شعرية دون أن يقيم الشعر فلذلك النص التاريخي أيضا ينتقد أدبيا طبعا ما ذكرته أمثلة فقط مجرد أمثلة لمجموعة من العلوم وإلا هناك علوم أخرى تدخل في النقد التاريخي مثلا علم الجغرافيا يدخل في النقد هناك قد يتعجب المشاهد ما دخل الجغرافيا بالنقد التاريخي نعم مثلا قضية طلع البدر علينا من ثنية الوداع من قال أن ثنية الوداع هي مدخل مكة عفوا مدخل المدينة من الشمال يعني من جهة تابوك نفى صحة هذه الأبيات لأنه جغرافيا لا يتلاءم أو لا يتتلاءم مكان لا يتلاءم مكان ثنية الوداع مع المكان الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وآله لذلك مهم جدا مطابقة الأماكن الجغرافية الموجودة في السيرة على الأرض الفيزياء تدخل أيضا في النقد الأذى مثال ذلك جاءتنا رواية في السيرة قالت يوجد كسوف في اليوم الكذاي اليوم بالرجوع للفيزياء الكونية وعلم الفلك نستطيع أن نتأكد من هذا يوجد كسوف أو لا الطب يدخل مثلا عندما طبعا هذه صارت في السيرة لما ذكر البعض أن النبي قتل ألف شخص ودفنهم في المدينة في مقبرة جماعية بعض الكتاب اعترض قال هذا طبيا لا يمكن أن يحصل لماذا؟ لأن هذا العدد يقينا سيحدث وباء في تلك المنطقة خصوصا معا أن الواقع حصلت في الصيف وأن الجثث تكدست هذا نقط لكن نقط طبي أيضا الآثار علم الأركيولوجيا هو ناقد مهم وأشرنا لهذا في الحلقة الأولى بالنهاية موانع التصديق غير محصورة في علم من العلوم هي مفتوحة الباب مفتوح على مصرعيه وممكن أي علم من العلوم أن يكون طرفا في النقد فلذلك عندما ندرس الخبر التاريخي ننظر في مقتضيات التصديق التي ذكرناها ونبحث عن موانع التصديق أي الأمور التي يمكن أن تعارض الخبر والتي من شأنها أن تمنع من تصديقه هذا الشرط الثاني الشرط الثالث والأخير هو عدم وجود الدافع للكذب أن لا يكون هناك دافع للكذب وهذا الأمر مهم لا يكفي صدق الراوي وضبطه وقربه لا تكفي هذه الأمور وإنما من المهم جدا أن نبحث في خلفياته وانتماءاته والتي من خلالها يمكن أن يتولد عندنا دافع للكذب وانتماءات الغاوي قد تكون عرقية عربي وأعجمية من العرب أو من الموالي هذا قد يولد له حقد على العرب إن كان من الموالي أو إذا كان من العرب قد يكون عنده حقد على الموالي واحتقار له وموجود يعني هناك شواهد من هذا تاريخيا الانتماء السياسي كما ذكرنا هو أموي زبيري عباسي إلى غيرها من الانتماءات الأخرى الانتماء السياسي قد يولد دافع للكذب ديني هو مسلم مسيحي يهودي الانتماء الديني وإن كان قديما أو وإن كان سابقا قد يولد دافع للكذب لذلك سنجد من ضمن روايات السيرة من له جذور يهودية وهذه الجذور هي التي دفعته للكذب رغم أنه مسلم مثل الشخصية المعروفة اليوم في التقديد كعب الأحبار كعب الأحبار ظاهر الأمر أنه أسلم ويتحدث باسم الدين ولكنه كل منطلقات الرجل كانت يهوديا وطبعا عندما نتحدث عن دوافع الكذب قد نتحدث عن الكذب الواقع إلى الكذب الأخلاقي يعني قد يكون الإنسان لم يتعمد الكذب ولكن ثقافته السابقة غلبت عليه في نقل الخبر وأيضا الانتماء المذهبي وهذا أمر مهم ومهم جدا لذلك عندما نريد أن نقرأ الدافع للكذب ونبحث عليه لا بد من أن نحلل الراوي تحليلا كاملا وأن ننظر في كل ما يرتبط بانتمائه فلا يكفي بحث الأسانيد ولا يكفي بحث المصادر ولا تكفي قضية المقارنة مع المعارضات من المهم جدا الدراسة السياسية والدينية وحتى النفسية للمؤرخ قد تكون عقدة نفسية عند الراوي أو عند المؤرخ من الصغر أثرت عليه في الكبار الآن الخبر التاريخي كيف يقيم التقييم النهائي الآن تابعوا معي هذا الرسم البيان نبحث في مقتضيات الصدق ونراكمها فنعطيها نسبة مئوية في المقابل موانع الصدق لا بد أن تكون صفرا موانع الصدق لا بد أن لا يكون أي مانا لأنه بمجرد الخبر يعارض قطعية قرآنية عقلية تاريخية يسقط موانع الصدق دائما لا بد أن تكون صفرا الآن التأرجح يكون بين مقتضيات الصدق وبين دوافع الكذب عندنا هذه المقتضيات تتراكم كما ذكرنا التي ترجع للراوي والرواية والمصدر كلما انخفضت دوافع الكذب وتراكمت مقتضيات الصدق نسبة صدق الخبر سترتفع والعكس كلما ارتفع الدافع للكذب ستنزل نسبة التصديق لذلك الأخبار التاريخية عندنا أقسام قسم انعدم المانع من الكذب وامتنع عفوا انعدم المانع من الكذب المانع من الصدق وانعدم الدافع للكذب وتراكمت مقتضيات الصدق هذا خبر مقطوع به عندنا خبر لا نسبة سبعين بالمئة توجد نسبة بسيطة من الدافع للكذب غير معتد بها وتوجد مقتضيات بنسبة سبعين بالمئة هذا يعتبر راجح تاريخيا لكن لا يقال انه حقيقة تاريخية خبر مظنون ما دون سبعين ستين خمسين يبقى في دائرة الاحتمال التاريخي بالنهاية النتيجة النهائية لا بد أن نعطي نسبة مئوية للخبر لكي نرتب الأثر على الخبر لا بد أن تكون هذه النسبة من سبعين بالمئة تقريبا إلى المئة بالمئة الآن هذه المنهجية هي التي سنسير عليها طيلة تقييمنا لأحداث السيرة يعني كل خبر سنبحث في مقتضيات الصدق سنعالج موانع الكذب وسنبحث الدوافع للكذب عند أرواة ويمكن للمتابع أن يحاسبنا طبقا لهذه المنهجية هنا تتمة بحثنا الليلة نختم بكتاب جيد في بابه هو كتاب موسوعة التاريخ الإسلامي للشيخ المحقق محمد الهادي اليوسفي الغروي هذا الكتاب هو موسوعة تاريخية كاملة كتبت تقريبا بهذا المنهج عالج التاريخ من قبل البعثة إلى كامل السيرة النبوية ثم تاريخ الأمة الإسلامية ككل ومن ضمنه تاريخ الأئمة عليهم السلام يعني موسوعة تاريخية كاملة متكاملة لمن يسأل عن مصدر للتاريخ هذا الكتاب موسوعة التاريخ الإسلامي للمحقق الغروي ننتهي إلى هنا ونستقبل ألسلة بعد الفاصل كما قلنا من المهم أن تكون الأسئلة ضمن سياق ما طرحناه في هذه الليلة نستقبل أسئلة بعد الفاصل موسوعة تاريخ الإسلامي موسوعة تاريخ الإسلامي ولم يذكر شيء من هذا النوع طبعا المصادر التاريخية تختلف بعض المصادر التاريخية الغرض منها كان مجرد التجميع أن يجمع الأحداث التاريخية بعض المصادر لا يعني كان جمع مع تحقيق فيها المحقق عادة إذا يكتب موسوعة تاريخية متكاملة لن يستطيع الوقوف عند كل حدث والبحث الاستدلالي كاملا ويثبت يعني لو قمنا بموسوعة تاريخية وكتبنا كل هذه الأمور سنحتاج لعلنه إلى مثل بحار الأنواع وإنما عادة المؤرخين أهل التحقيق يعطيك الزبدة مثل اليوم العلماء مراجع التقليد رسالة عملية هي النتيجة نتيجة البحث ولكن البحث المفصل موجود ومدون عنده الموسوعات التاريخية الكبرى في الأعم الأغلب هي من هذا الباب يعني يعطيك زبدة البحث التاريخي وإن كان هو قد بحث ومر بكل هذه الخطوات يوجد سؤال الشيخ علي من ذيقار تفضلوا سلام عليكم سلام عليكم شيخنا وعليكم السلام أحمد الله الله يحفظكم رمضان كريم عليكم الله الله يحفظكم منه ومنكم شيخنا سؤالان جزاكم الله خير السؤال الأول ما هي مساحة العقل بالضبط في السيرة النبوية جميل السؤال الثاني ما هو رأيكم بكلام سماحة الشيخ محمد جواد مغنية حيث يقول أن أصمة النبي بتبليغ هي أصمة قهرية وليست أصمة اختيارية جميل جميل جزاكم الله في الجزاء المحسنين أما بالنسبة لقضية مساحة العقل في التاريخ فإنه كما ذكرنا العقل ينظر إليه كأداة للنقد التاريخي من هذه الزاوية من زاوية أن الخبر قد يحوي إما مستقلات عقلية مما مثلا شيء علم بالعقل استحالته مثل ما ذكرنا حديث الشاب الأمرت أو مثل مثلا حديث بدء الخلق أن الله خلق نفسه من عرق الخيل طبعا قد المشاهد يضحك لا هذا بالفعل هذا حديث وصححه بعض علماء العامة وألف كتابا فيه أن الله خلق خيلا ثم أجراها حتى عرقت وخلق نفسه من عرق الخيل هذا الحديث يحوي مستحيل عقلي وهو الدور أن الله موجود وغير موجود كيف يكون خلق نفسه العقل بهذه المساحة ناقد أو لا قد يكون هناك تلازم بين حدثين والعقل يكتشف هذه الملازمة فيدخل في النقل إما إثباتا إما إثبات وجود الملازمة أو نفيا أكثر من هذا ليس بعقل وإنما هي أمور أخرى وللأسف الشديد اليوم البعض يجري قضايا عرفية على التاريخ يحاكم بها التاريخ ويعتبرها عقلا لذلك مهم جدا التفريق بين العقل بين السيرة العقلائية بين الذوق بين العرف للأسف بعض البحوث التاريخية اليوم فيها خلط كبير من هذه الأمور أما قضية عصمة النبي صلى الله عليه وآله هذه سنأتيها مفصلا ورأي الشيخ جواد مغنية ناقشه بعض الأعلام مفصلا نحن بعد إذا وصلنا للبعثة فيما بعد البعثة سنناقش هذه القضية تفضلوا يوجد سؤال نعم الأخ محسن بغداد تفضلوا السلام عليكم شيخنا سلام أحمد الله شيخنا الله يطول عمرك ويطول إيمانك ويطلق لسانك ويجعل منقلبك إلى خير إن شاء الله يا الله شيخنا محاضرة اليوم بالنسبة لي معقدة جدا يعني يمكن هي تهم الباحث المحقق عاني من الناس ما تقرب حسب كل هذه الأمور حتى أكبر رواية أو أرفضها إحنا بحاجة لأن نعرف نحل إيدينا على وين السيرة حتى نقراها حتى نتقر فيها حتى نعرف صحة من الغلط جميل هذا من جانب وجانب الثاني حبيت أعلق بس على عدم وجود الدافع للتذب أعتقد هذا المادة ممكن أنه يستغل أو هو يستغل ضد الشيعة ضد الرافضة إنه هذا رافضي وبالتالي أي شيء يقوله يقوي مذهبه هو مرفوض جميل طبعا عدم وجود الدافع للكذب هذه قضية بالعكس هي مفيدة خصوصا إذا علمنا أن جل الفضاء جل ما يرويه الرافضة رواه غير الرافضة الذين لا يوجد الدافع للكذب فهذه تجعل الخبر أصلا قطعي من هذه الجهة أما مشكلتنا مع هؤلاء في قضية رواية ما يقوي البدعة هي المشكلة عندهم أساسا أن هذا شيعي أو رافضي مشكلتنا معهم أنه جعل الإنسان العادي بمجرد أن يروي رواية في فضائل أهل البيت يقال أنه شيعي هذا بالنسبة للقضية ثاني أما بالنسبة للسؤال أدعى أعرف أن البحث معقد قليلا وجاف ولكن هذا مهم لأنه فيما بعد في قضايا السيرة سأقبل بعض الأمور وسأرفض بعض الأمور وستأتي أن تتسألني لماذا قبلت هذا ولماذا رفضت هذا أنا من البداية أبين منهجي بدقة وبوضوح بحيث فيما بعد لما أسأل أقول أنا قبلت هذا لهذه النكتة ورفضت هذا الأمر لهذه النكتة لأن المنهج أهم من كل شيء إذا اتضح المنهج فيما بعد النتائج كلها ستكون واضحة أحسنتم عزيزي جزاكم الله خير الله يحفظكم يوجد اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام أهلا شوارك شيخنا الحمد لله شيخنا ولو هو أخراج عن الموضوع بس نريد لديك حلقة عن كيفية الوضوء عن طريق تفسير آية الوضوء إن شاء الله ولكن في غير هذا البرنامج إما أحد برنامج فقهي إن شاء الله سيكون تركيزنا على السيرة النبوي إن شاء الله لو وفقنا في موضوع آخر برنامج إن شاء الله بالخدمة عزيزي بالخدمة الله يحفظكم يوجد اتصال نعم سؤال من الأسئلة التي وصلت بالواتساب طبعا أنا متعجب أنه إلى هذه اللحظة لا زال السؤال عن اليهود يعني يوميا يأتيني سؤال عن اليهود السؤال هو كم عدد العلوم التي لا بد أن تستعمل أو أن يحوزها الباحث التاريخي لنقده الخبر الجواب العلوم لا حصر لها لا يمكن أن نحصر الخبر التاريخي أو نقد الخبر التاريخي بعلمنا العلوم لو نقرأ بعض كتابات الغربيين نجد أنهم وظفوا مثلا علم النفس في نقد القضايا التاريخية عندنا بعض المستشريقين قدموا قراءة سيكولوجية للنبي صلى الله عليه وآله اليوم إذا لا توجد عندي أداة علم النفس لا أستطيع أن أنقض هذه القراءة هناك من قدم قراءة ميثيولوجية يعني أدخل السيرة النبوية في إطار علم الأساطير وبحثها أنا إن لم يكن عندي اطلاع على علم الميثولوجيا لن أستطيع مناقشة هذه القراءة أنا أعتقد أن ميدان البحث التاريخي ميدان واسع وكبير والأدوات التي تستعمل في هذا العلم كثيرة وكثيرة جدا وكلما حاز الإنسان أداة أخرى سيبدع أكثر في إنتاج العمل التاريخي سواء في جانب الإثبات أو في النفي والدفاع عن الخبر يوجد اتصال نعم هنا نكون انتهينا من المقدمة التاريخية غدا نبدأ في السيرة النبوية من أول نقطة وهي الولادة المباركة للنبي صلى الله عليه وآله يعني الثماني حلقات التي مرت كانت كلها مرتبطة بمقدمات تاريخية ضرورية جدا لفهم السيرة غدا سنبدأ مع ولادة النبي صلى الله عليه وآله كونوا معنا إلى ذلك الحين نستودعكم الله في أمان الله ونسألكم الدعاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة